اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او بطريقة مستدامة طبعا يعني ايه بقى الميزانية قالك الميزانية هي قائمة بالاموال اللي بتجنيها كل شهر والاموال اللي انت لازم او يجب ان تنفقها كل شهر يعني ايه؟ يعني ما ما تلاقيها اول شهر جايبه اه ورقة وقلم وعملها تعمل ايه؟ عملة تعمل بنوت كده للميزاني بتاعت الايه؟ البيت يعني ايه؟ بنتفع كهرباء قدي ايه؟ بنتفع غزق قدي ايه؟ بنتفع يجور قد ايه? وهكذا. وتبتجي تحدد اوجه لايه? الامساق كل جهة. جاولة اسمها ايه? اللي زليل. دلوقتي يا شباب هنتكلم مع بعض على بعض الافكار اللي انت ممكن تشاركها مع اسرتك عشان تعمل مزنية للأسرة. يعني ايه الخطوات اللي هتعملها? اول خطوة انك تضع مزنية للأسرة. بمعنى ايه? انك تبدأ تشوف الاحتياجات الشهرية اللي انت بتجيبها او البيت بيحتاجها وتبدأ تعمل قائمة بيها. بتكتب قائمة? الاسرة محتاجة ايه في الشهر بالزبط? طيب والحاج دي هتكلفني كام? طيب انا ايه اللي هستفده من الخطوة دي? الخطوة دي هتفيدني ان انا هعرف ان انا هنفك كام? دلوقتي انا هشتري الحاجة دي بمبلغ معين وهيتفضل معايا قد ايه مبلغ باقي معايا. تمام? طيب دي اول خطوة دعم مزنية. الخطوة التانية ابدأ بالادخار اللي هو يعني ايه? اللي هو انا خلاص اشتريت الحاجة اللي انا محتاجها. وعرفت ان هصرف كام? وهيتبقى معايا كام? اللي هيتبقى معايا دوت مفروض ان انا بتدخلو بحوشو. ليه? عشان المدخارات دي هتفيدني في حاجات تانية. والمدخارات دي مع الوقت هتبدأ تتزداد. طيب ايه كمان? رقم تلاتة اصلح الاشياء ولا تستبدلها. بمعنى ايه? ان انا عندي حاجات قسرة ولو قسر بسيط مسلا. طيب اربعة. تسوق بزكاء. يعني ايه الكلام دوت? ان انا ابدأ اشتري الحاجة اللي انا محتاجها بس. يعني انا بشوف ناس كتير بينزولوا الاسواق بينزولوا ويبدأ يشتري اي حاجة عليها عرضه قدامه. طيب ما كده فلوس اللي معاها تخلص ومش يارف يحوش حاجة. لأ. تسوق بزكاء ان انت تبدأ تشتري الحاجة اللي انت محتاجها. اللي انت تعمل قائمة. ان انا هنزل اشتري واحد اتنين تلاتة فلما انزل اشتريهم يبقى انا خلاص اشترتهم اروح. ما جيبش زيادة عشان الميزانيات تعتمد بص. وكمان وانت بتشتري. حاول ان انت تشتري الحاجة اللي عليها عرض. فا اغلب المحلات بتلاقي عرض واحدة وعلى واحدة هدية. هتلاقي حاجة بنص التمن. فده هيساعدك انك توفر في كتير او في الميزانيات بتاعتك. طيب لاحظ معايا كده ان انت تتعدد بنود ميزانية الاسرة. يعني ايه؟ يعني بنود الميزانية بتاعت الاسرة متنوعة ومتعددة. حيث يوجد قائمة بمتطلبات واحتياجات الاسرة خلال الشهر. قالك زي ما قلت لك في الاول كده موقع ما بتبتجي تعمل قايمة او بتجيبه او قلم وتكتب احتياجاتنا كل شهر. هنأكل بقدية. يعني نشرب بقدية. طيب نحتاجي اللبس هنجيبه بقدية. طيب الايجار والمسكن بتاعي طيب قد ايه? ولازم زي ما قلنا نراعي بندل الدخول. لازم يا ولاد دايما يكون في مبلغ احنا شهينه على جنب. مدخبينه على جنب. ليه? ان شاء الله لقد ده الله حصل اي زرف طريق انا اقدر ايه? اتصرف. طيب دلوقتي ما عدنا مع سؤال متفوقي. السؤال بيقول اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاكواس. ميزانية الاسرة تميز بانها نقط متعددة. سابتة. قليلة. نادرة. نستنى الاجبات في التعليقات شباب. طيب. تعالوا ناخد معنا بقى المستكشف النشط. النهار دا المستكشف النشط معنا مين? معنا ليلي جول سيدارات. قال لك مربية بيئية في الولايات المتحدة الامريكية. وراوية قصص. مهتمية بشؤون البيئة في الولايات المتحدة الامريكية. كمان بتروي او بتحكي قصص. الستة دي تدت تفكر كده. واضحكت ان الكوب البلاستيك اللي حرم نستخدمه لمرة واحدة بس هو اهدار للموارد. يعني ايه؟ يعني الكوبة البلاستيك ياولاد اللي هي اصلا معدة للاستخدام مرة واحدة. ده اصلا حاجة مش كويسة. ودي بتهدر الموارد. عشان كده قررت ان هي مش هتستخدم الاكواب البلاستيك. خلاص المعدة للاستخدام الواحد ايه؟ فقط. قالت لأ انا هستخدم حاجة اقدر استخدمها اكتر من مرة. مش استخدمها مرة واحدة بس ورميها لان ده هيعتبر اهدار للموارد. كانت كمان عايزة تغير ده من خلال ايه؟ ان هي تحد من استخدام المواد البلاستيكية. يعني تقلل قوي من استخدام المواد البلاستيكية. وتستخدم بدلها مواد اخرى يمكن اعادة استخدامها او تدويرها. لان احنا قلنا اعادة الاستخدام والتدوير بتعمل على المحافظة على كوكب الارض. طيب. وبتقول برضو الست ديات ان هي لازم تستخدم مهارات تواصل لاقناع الناس عشان تقدر تغير الوعي اللي عندهم باستخدام الاشياء دي. الناس فاكرة ان الاكواب بلاستيكية اللي هي بتستخدم مرة واحدة دي صحية ومفيدة. بالعكس هي بتحاول توصل لهم المعلومة دي عن طريق التواصل ان هي بطرق مختلفة بتحاول تتوعيهم ان الاستهلاك الواعي لازم يشاركوا فيه. طب. ايهو بقى الاستهلاك الواعي ده هو الادراب بان كل شيء نشتريه ونستخدمه يؤثر فيها في البيئة. يعني انا كل حاجة باستخدمها كل حاجة بعملها خلي بالك هي بتأثر في البيئة سواء بالسلب او بالايجيب. المواد البلاستيكية اللي احنا بنستهلكها بشكل كبير في يومنا العادي بتاعنا بتلاقي الشخص يقول لك دي حاجة طبيعية بتلوث البيئة طب. بتلوث البيئة ازاي? دي حاجة مضرة جدا للبيئة. دي من اكبر المشكلات البيئية. ليه? لانه لا تقوم باعادة تدويرها. يعني انت عندك مثلا الزجاج بيقعد تدويره. الاخشاب بيقعد تستخدمها في حاجات تانية. الملابس كذلك. انما البلاستيك لا يقعد تدويره. فبالتالي بيبقى صعب عليك انك تتخلص منها. فبالتالي تلوث البيئة عندك بيكون كبير. فعشان كده هنحاول او هي بتتوعي الناس انها تحاول تستبدل الاشياء ديت باشياء يمكن اعادة استخدامها وتدويرها. طيب. وكمان هيك بتعتقد ان الناس بحاجة لمعرفة انهم جزء من المشكلة وايضا هم جزء من الحل بتاع المشكلة دي. ودلوقتي يجا وقت السؤال المتفوقين. السؤال بيقول ما المقصود بالاستهلاك الواعي.